ولا يزال العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة يلقي بذلاله على الاقتصاد الإسرائيلي وفي هذا الصياق أكدت وزارة المالية الإسرائيلية بإعلانها تسجيل عجزة في الميزانية قدره أربعة مليارات ونصف المليار دولار في نوفمبر الماضي تداعيات عدوان قوات الاحتلال على قطاع غزة تتواصل مع استمرار استنزاف الاقتصاد الإسرائيلي حيث كشفت وزارة المالية لدولة الاحتلال عن تسجيل عجز في الميزانية قدره ستة عشر ملياراً وستمائة مليون شيكل أي ما يعادل أربعة مليارات وخمسمائة مليون دولار في نوفمبر الماضي وزارة المالية الإسرائيلية أوضحت أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل العدوان المستمر منذ أكثر من شهرين على قطاع غزة مشيرة إلى أن نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثنى عشر شهراً السابقة إلى ثلاثة فاصل أربعة بالمئة في نوفمبر الماضي من ثلاثة فاصل ستة بالمئة في أكتوبر الماضي الوزارة الإسرائيلية أشارت أيضاً إلى أن العجز في عام الفين وثلاثة وعشرين سيرتفع إلى حوالي أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب انخفاض الإرادات بنسبة خمسة عشر فاصل ستة بالمئة في الشهر الماضي حيث يرجع ذلك جزئياً إلى التاجلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر في الوقت نفسه بلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر الماضي 22 مليار وتسعة ملايين شيكل بالمقارنة بمليار وسبعة ملايين شيكل في نوفمبر الفين واثنين وعشرين وفي السياق نفسه أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي أن الاقتصاد نمى في الربع الثالث من العام بشكل أبطأ مما كان متوقع ومن المتوقع أن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب العدوان على قطاع غزة حيث كان قد نمى الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 6.5% في عام الفين واثنين وعشرين إلا أنه يتوقع أن يبلغ النمو نحو 2% في عام الفين وثلاثة وعشرين مما يشير إلى التأثير القوي للهجمات العسكرية الغاشمة على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر